موسيقى قضية الحوار في البحرين مو قضية جديدة هذه السلطة لا تؤمن بالحوار أصلا بين فترة وأخرى عندما تشتد المعارضة عندما تشتد مقاومة الناس عندما ترتفع أصوات الناس تجد الحكومة نفسها في زاوية محرجة تأتي بما ينقذها يغطي سوأتها تطرح الحوار من جديد هذه المرة الرابعة التي يطرح فيها الحوار خلال ثورة 14 فبراير خلالها ثلاث سنوات هذه لعبة وكذبة يراد منها امتصاص غضو الشارع يراد منها تجاوز ذكرى السنوات سنوية 14 فبراير بسلامة يراد منها إنجاح الفورمولة ليس هناك حوار السلطة لا تؤمن بالحوار السلطة لا تؤمن بغير الحل الأمني والاعتقالات والقمع وما شابه السلطة تعودت على هذه الطريقة ولا تريد أن تغير هذه الطريقة من يأتي وينادي بالحوار فهو إما مضلل أو يريد أن يضلل الناس لا يوجد عند هذه السلطة أي معنى للحوار لا تلتزم بمواثيق لا تلتزم بعهود لا تلتزم بما تقطع على نفسها من كلام ولا أي شيء آخر يعني عجبا أن يطرح الحوار في الوقت الذي يتصاعد القمع في الشارع يتصاعد الاستهداف وانتهاكات حقوق الإنسان في أرجاء البحرين كلها في هذه الفترة بالذات التي يطرح فيها الحوار من أشد الفترات قمعا خلال هذه الأشهر الأثنين أو الثلاثة الماضية لا أدري كيف يقتنع البعض بوجود حوار حقيقة نحن نعتبر هذه السلطة غير قادرة على الحوار غير جديرة أساسا بالثقة فيها وهذه السلطة يجب أن تمتثل ويجب أن تخضع لرأي الناس وأن يكون هذا الشعب كل الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا لا نقبل ما مضى مضى حاليا لا نقبل بأن يفرض علينا كشعب أي نوع من أنواع الهيمنة والسلطة سواء بالقامع بالقوة أو ما شابه مختصرا لا يوجد حوار لكي نتحدث عن حوار هذه السلطة لا تعرف إلا القامع وليس لها عهد ولا ميثاق ولا يؤمن من جانبها يراد به تبريد الشارع وتمرير مشاريع السلطة ليس إلا والشواهد على ذلك كثيرا نحن نقول لا يجب الدخول في أي حوار مع هذه السلطة وإذا كانت هذه السلطة تؤمن تؤمن بحق الشعب في تقرير مصيره وبحق الشعب في سيادته وبحق الشعب في اختيار السلطات التي تمثله فلتأتي إلى الناس تسمع ما يقولون وتمتثل السلطة في كل دول العالم ليست إلا تابعة لأراء الناس خاضعة لأراء الناس تمتثل لما يريد شعبها هذه السلطة لا تعير أدنى اهتمام بالشعب فتتحاور على ماذا؟ ونتحاور معها على ماذا؟ الطريق بالنسبة لنا واضح الطريق بالنسبة إلى شعبنا واضح لا سبيل للتعايش مع هذه السلطة لا في هذه الفترة ولا في غيرها أثبتت التجارب أنها غير جديرة بشعب البحرين ويجب أن يواصل حتى تحقيق أهدافه ويجب أن ننتزع هذه الأهداف من السلطة ومن من يدعم هذه السلطة ولا سبيل وليس هناك طريق آخر لذلك